سرية والكلام ده ويمكن ده ياخدنا للقصة الأخيرة اللي عملت بلبلة في الرأي العام في مصر موضوع صفحات الفيسبوك صفحات الفيسبوك واندرجرون والكلام ده تحت الأرض دي برضو حاجة من الحاجات اللي يعني أنا بس عايزة أقول كلمتين وحاجة تسمح لي يعني يعني يتقبلوا مني هذا الكلام بصدر راحب وأصدقاء الإعلاميين كلما يتقبلوا مني هذا الأمر بصدر راحب إحنا بنساهم في تشويه العقل الجمعي للمجتمع المصري في الإعلام للأسف الشديد لأننا بننشر حاجات ما ينفعش تطلع في الإعلام اللي هو بيسموه الإعلام الجماهيري أو الماس ميديا هناك فرق كبير بين أننا أخذ معلومات من السوشيال ميديا زي ما هي كده أروح رميها في الإعلام الماس ميديا أو الإعلام الجماهيري من غير معالجة زي ما هي كده وهي فرق بين أننا أسيبها في الإعلام المتفاعل اللي هو النيو ميديا زي السوشيال ميديا وكلم ده لي بقى لأن الإعلام متفاعل فيه تفاعل أنا قدر أرد وقدر أختلف وقدر أدور وقدر أجيب حاجة صحة وحاجة غلط وقدر أقتنع وقدر أمفي إنما في الماس ميديا لا أنا بشكل العقل الواعي العقل الجامعي للجماهير أنا بأثر على الناس بشكل غير مباشر فمن فاش أن أخذ الحاجات الموجودة في السوشال ميديا أحطها في الإعلام بتاع الماس ميديا وأثر بيع على الجماهير من غير ما تحقق تتكلم تحديدا على صفحات تحت الأرض على أي موضوع ليه علاقة بحاجات مش مفهومة الإعلام بيطلعها ويصدرها للناس زي فكرة الماسونية على سبيل المساء الإعلام ما عملش تحقيقات مثلا عن إيه هي الماسونية قبل ما أقول للناس أنا عجبني التقرير بصراحة لأن في معلومات دقيقة أنا تكلمت عن الماسونية قبل كده ولازم الكلام يبقى كلام دقيق الكلام اللي جي في التقرير كلام دقيق نفعلا بدأت مع الحملة الفرنسية في مصر وهكذا فلما أقول معلومة في الإعلام لازم معلومة معتمدة على إفدنس على دليل من فعش أننا أطلع أقول كلامه خلاص زي موضوع مثلا نرجع تاني موضوع الصفحات الحاجة بتتكلم فيه